اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهم من تغذية الرضيع واذا تعود الرضيع على ان يرى وجبة منتظمة تعود ان فيه صلطة في الاكل وبروتين في الاكل وانشيوات في الاكل ناس منظمة يعني فهيطلع طفل يعني ما نشبه على شيء نشبه عليه احنا بنتكلم دلوقتي على انه خلاص في الاشهر الاربعة الاولى مالوش علاج او مالوش اكل غير لبن الام بعد الشهر الرابع والخامس بنتكد ان نديله الحاجات البسيطة فاكهة طبيعية بنتديله الزبادي من غير وش كده بعد سبعة تمانية بتدي الاسنان تظهر بنبتدي نضربه الخضار في الخلاط نبتدي نديله بعض الاطعمة الخفيفة الزبادي من غير وش بعض الفواكه خضار في الخلاط كده بعد الثامن والتاسع بنبتدي نلحسه بروتين يعني صفار بيضة كل الاكل مضروف خلاط لكن احنا عندنا ناس ان ربنا يسمحها اول ما العاية لطلع له السنتين يبتدي تدي له لحمة وفراخ ورز والبكو لدرجة انه ممكن تدي له فول مثلا يعني مثلا جينا العيادة طفل عنده تسع شهور وعنده بول دموي من ايه لان امه اكلته فول حضرك الفول عمله قانينيا اسمها ففيز مانينيا الفول كسر له كرات الدم الحمرة بتاعه اذا المهم جدا انك تبقى عارف مش انه انه اطلع له السنتين ان حضرتك هتأكله اللي انت عاوزه وانا دايما اقول قاعدة مهمة اذا اكتملت اسنانه الرضيع اكتملت عصاراته الهظيمة قبل كده ما ينفعش ما ينفعش ادي له لحمة وكفتة ومسبك ومكرونة بالمشامل ما ينفعشه ربنا انما فيه ينفع التدرج في اطعام الطفل طب انا بقى عايزة الام عايزة تاكل مكرونة وعاوزة تاكل كفتة وتاكلها تاكل هي وتمضغ وتهضم وبعدين تنزله التغذية السليمة في اللبن لكن انا عايزة اقوله انك انت اذا اهتممت بتغذية الام الام دي لازم تاخد كل يوم على اقل لكوبات لبن او كوبيتين وحيطة جبنة قريش او كوبيتين زبادي لازم بدان بتردع ومش ممكن تردع الا وهي بتشرب حاجة لازم لبن لازم زبادي كل يوم ما ينفعش تردع كده قولها تردعوا ايه لازم الام دي تاكل صلطة خضرة كتير ساك ولا يسهال ولا ولا ان كل الاضطرابات اللي هتعملها عشان كده لو رام رامت في الاكل ووكلت مروحة ورنجة وفسيخ وكلت مش عارف ايه ولنشن وبسترمة ورحمة مجمدة سممت الطف كل ما يرضع منها يوم يصوت يوم يعيط وبدل ما تنزله لبن بالهنة والشفا بتنزله لبن بالسم الهاري ففيه يعني امهات انا معرفش عايشة ازاي وتاكل ازاي تخيل واحدة بتردع بتاكل شبسي وشوكولاتة وبيبسي وحتردع ابنها ايه ان شاء الله فشل كلاوي فمهم جدا ان احنا بنشوف بلاوي في التغذية انت هتأكل مين ناكل صح شوية صلتة خضرة خاصة وجرجيل وبصل وجزر وحبة نشويات وحطة بروتين حطة لحمة بيضة حطة سمكة ده الاكل اللي يرضي ربنا لكن انا بقى طول النهار وطول اللي حاكل حلوة تحنية عشان اردع اكل سمسوة عشان اردع منفعش والله منفعش حاجة تدر لبنا بحطة حلاوة مثلا معلقة سمسو لكن لازم يكون فيه بروتين لازم صلتة خضرة لازم نشويات لازم العناصر الغذائية لان انا لو كنت اكل صحي صح هنزل الولد لبن صحي صح انا مكلتش اكل صحي اجيب لبن صحي من ايه فمهم جدا جدا انا بعارف الام بتاكل ايه وهي حامر الام بتاكل ايه وهي بتردع الام بتاكل ايه العين خلص رضاع الولد متعود دايما فيه في الاكل صلتة خضرة فيه في الاكل مصدر نشويات طيب فيه في الاكل مصدر خضروات فيه في الاكل قطعة بروتين هو شابه على كده ما نشابه على شاي نشابه عليه كلام ده مش غالي ولا حاجة انما احنا الرمرم ونأكل اي حاجة في اي حاجة والعائل كلاب عندها امراض سوء تغذية ونخش بها المستشفيات ده اللي ما يردش ربنا ان شاء الله نكمل